على انطلاق أولى دفعات حج جناء الميامين والبعثة القائمة على تأطير حج 2022 إذن نعود إلى مجرية تغطيتنا الدائمة لامتحالة شهدت البكالوريا إلى اسكيكدا ومحمد حمادة الذي في هذه الأثناء يلتحق بنا مرة أخرى ومعه تلاميذ تفضل حم محمد أهل رضا نعود من جديد تغطيتنا مستمرة الآن توافد المترشحين وأولئهم وبداية التحاقهم بالحجورات قبل بداية التحاق الامتحان بنصف ساعة معي هذا المترشح وهو الطالب إبراهيم الذي لم ولم يملك هاتف داكي البتة وهو جاء اليوم لاشتيازي امتحان في اليوم قبل الأخير باعتباره من شعبة أدب ولغات إبراهيم كيف هي أحوال الأيام اللي الامتحانات اللي جازت وامتحان يوم كيف اشترك محضر يوم بتعليق جغراء محضر بيها سهل طول لدينا ندير عليها والباقي على ربي إن شاء الله إبراهيم لاتك ما عندكش هاتف نقال انتا لا نستعمل شخص الله معنا شخص الله نقربك نقربك والامتحانات اللي فاتوا وش تقول عليهم يعني الأسعي سهلين شوي سهلين إبراهيم إن شاء الله إن شاء الله من ناجحين إن شاء الله إذن ريد أبراهيم سيكون من ناجحين وربما سيكون له هاتف هاتف داكي مستقبلا ورأى إبراهيم هناك سيدة وهي عمته التي تقول بأنها يوميا تأتي معه صباحا وتبقى هنا وهي تحمل كما تشاهد زميلة ريدا تحمله الكراريس وحتى للمراجعة سيدتي صباح الخير ركي يوميا مع إبراهيم طروحي ونجحين يوميا رح ونجحين ونور مع العياة خاصة من تعدمها وعلا مهم ينجحون وهذا يعني فايدة جاعة سيدتي الأولاد رحم يقولوا بالامتحانات وعرة أنت واش تقول لهم يعني سيدتي أنا واش نقول لي قراء يلقى لي قراء يلقى لي حفاظ يلقى لي ما حفاظ ما يلقاش نهار كاملهم في اللي بورتابل يقولوا ما أو وعر وما السهل هذه الحكاية أنت ركي نجي صباح وطروحي لأش نجي صباح ونروح ونزيد نجي 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 عن طارق العياس ونزيد نجي 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 يوميا من فيه خاس ونرخبت ونقامل النبي إذان زميلي ريدا هي هي تضحية الأولياء نعود إلى أحد الطالبات أو أحد المترشحات هي الآن تهم بالدخول ربما هي تحت الضغط لكنها تبدو مبتسمة إن شاء الله تكون من النجحين كبقي زمالات وشقون لعليمت حانتك فايلفات هكيدل يحضرين اللعبات يعني عدا سهل كان في متناول الجميع ما كانش خارج الكلينة ويحدة الأولى أو من الوحدة الثانية من الوحدة الثانية يعني الفصل الأخير مكاه يعني أي واحد يقدر يجاوب علي شكرا بالتوفيق إن شاء الله بنتي إذن نتواجد أمام هذا المركز الذي سيلتحق به ربما معي هذا الولي الذي رفق ابنته منذ البداية وهو الآن لا زال ينتظرها هنا وشكرا على الامتحان يعني جوك أولياء طرح وجه كيف سركم تعيشوا الامتحانات؟ والله نعيشوا يعني في بسم الله الرحمن الرحيم عذو بلا مشتار رجيم يعني رحنا نعيش في جو لباس به يعني الحمد لله والحمد لله والإضافة والشكر لكم أنتم ركم جيتوا يعني اليوم وشرفتونا وقمتوا معنا في رغم ظروف الصعبة هذه وقساوة الطبيعة والسمش الحارقة هذه نشكركم ونشكر جميع أولياء التلاميذ الذين حضروا معنا وهم يعني ما قدرش بيجيء عمروا شكرا جزيلا ليك يا محمد حمادة وطبعا حتى نعطي الفرصة لزملاء آخرين والحمد لله يا ربي وتحية الجزائر نعم عاودوا نرجعوا من جديد شكرا جزيلا يا ريدا ستكون لنا تدخلات أخرى إن شاء الله أكيد 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 شكرا بارك الله وفيك صباح الخير عودة مجددة إلى هذا المباشر زميلي رضا مباشرة من ثانوية عمر هني بولاية البوليدة طبعا للحديث عن اليوم الرابع يحضر معي ثلاث مترشحين لنيل شهادة الباكالوريا على يميني طبعا يحضر محمد الأمين وعلى يسري عبد العزيز وأمين أيضا يحضر معي مترشح لنيل شهادة الباكالوريا نبدأ دائما على اليمين أول سؤال بعد ثلاث أيام اليوم الرابع كيف كانت الظروف لإجتيازكم لهذه الشهادة المصيرية للوصول إلى جامعات الجزائري جوزنا وكاننا نغلو شوية ساعة العربية لبس خدمنا مليح لبس والاثنين أكتعرف شوية ثاني كما ثلاثة أضربونا بسي جيمات شوية سعيب أكتعرف ليك شغل اللي يعرف يقرأوا ليك شغل بالنسبة للبارح كان يوم سخون سخانة كان سخانة شوية سخانة في أصل الكيمة اليوم ما سخانة جبدت بكري سخانة اليوم إن شاء الله جوزوا في ظروف أحسن أيضا ننتقل بسرعة لأنه الوقت يداهمون زميلي ريضا على يصير عبد العزيز أيضا عبد العزيز يعني اليوم الرابع نفس السؤال اللي طيعته لزميلك قلنا كفاء الظروف جازت أنا أول نسألكم الظروف الأسئلة كفاء كانت كفاءة جوزت هذا اليوم بالنسبة للمواضع كانت اليوم الأول كانت مواضعة سهلة اليوم الثاني كذلك ولكن اليوم الثالث العلم طبيعية كانت صعبة شوية ولكن دورنا زرباطنا هنا إن شاء الله في آخر إن شاء الله طبعا تفاؤل الطلبة لأنه تقريبا يقول لك أنه الإرادة أنتحهم هي لها تخليهم وفضل لعاوة الأهل أنتحهم لها تخليهم أيضا ننتقل مباشرة أيضا باختصار لأنه الوقت يداهمون ريضا أمين كيف يعني أيضا نفس السؤال اللي وجهته الزميلي كما قال هاللو والجوز نهلا بس دوزيان فاني صعبة عندك شوية بالنسبة حنا شعبة تقنية رياضية ضعدنا شوية الماتجة شوية صعيب وكان حاجة اللي عرقلتنا شوية هي الحرارة ارتفاع الحرارة كان المعرق الأساسي للتلاميذ والطلبة ونتمنى التوفيق كل طلبة الباكالورية وفي آخر إن شاء الله طبعا ربما محمد الأمين انتالي جوزته المرة الثانية أو آلين اللولا عبدالعزيز هو اللي ربما هذه المرة الثانية اللي اجتاز هذه الامتحانات دورة جوان 2022 ودورة جوان 2021 طبعا وشو اللي تغير بما بين الدورة الأولى والثانية أنت يعني الآن عندك تقريبا خبرة في الأولى والثانية وشي اختلف بين اللولا الموناخ تغير بزاف عندك المواضيع في المرة الأولى كانت سهلة بسعالما شغل ما جبت الباك شغل ما قريت بسعال سنان إن شاء الله في آخر مواضيع شوية سهلة وشوية كان لي وارين إن شاء الله في آخر طبعا يقول أنه عمل حرارة بالإضافة إلى أنه المواضيع تقريبا الأسئلة صعبة مقارنة بالسنة الماضية طبعا اكتفاؤل من طرف كل مترشحين هنا بولاية البوليدة والطلبة ظروف جيدة من كل النواحي تسمح لهم طبعا بإجتياز هذه الشهادة ريضا ربما لذلك الوقت أفطر للسماح للطلبة للدخول شكرا لكم كنتم معنا على المباشر شكرا للطلبة ريضا أيضا شكرا لك ولكل المشاهدين الكرام ربما بعد ربما دقائق سيلتحق الطلبة شكرا جزيليك عادل على طبعا تغطيتك هاجر زليلف إليك الخط دون إطالة مباشرة تفضليك نعم لأنه الوقت وقت الامتحان اقترب دقائق فقط عن انطلاق امتحان تاريخ والجغرافية أكيد حتى لا نطل على التلاميذ نبدأ معه والمترشح أهلا بك معنا كيفاش حضرت لمادات تاريخ والجغرافية لا أرصافة الحمد لله شكرا لنفجي بالتاريخ والجغرافية 11 نص تفهمها ولا تحفظها ولا ما تحبش أسلم هي مش مليها لكلها بصح بين زوج عملتني شكرا نشوف أيضا شكرا لأنه الوقت اقترب مجددا هاجر زليل مجددا وكيفاش حضرت لمادات تاريخ والجغرافية حضرت له الغر سمانة الأخرة بسعش يقول الماء تهردون فيه وصيوريك تيفيه في الماءات الأخرى إن شاء الله ياربي أيضا شعيب على السارع كيفاش حضرت لتاريخ والجغرافية حضرت له الغر سمانة الأخرة بسم الله الرحمن الرحيم يعني تحضيرت الحافظ يعني منذ مدة طويلة عندي تلسور وأنا مع تاريخ الجغرافية وإن شاء الله فيها خير أنا معها شكرا لأنه الوقت اقترب كلمة أخيرة مع آخر مترش ماذا حدرت تعرفت حدرنا تحدي الممتاز من بداية العام ونقرأ فيها ندرنا دوارات شروب الخير وشيوخ والاخرين وصح ماتلي هاردونا بزاف شكرا لأنه الحارسة ويشوش على التلاميذ ونخلوهم يلتحقوا بالأقسم وحير إليك وحير إليك الكلمة مباشرة نكونوا السبب عليهم أكيد إن شاء الله ربي وفقهم ولكل أبنائنا ولكل أخاوتنا وخياتنا اللي موجودين عبر كل ولاية الوطن والشكر موصول لكم أنتما أيضا هاجر في هذه الصبيحة لتغطيتكم واجتهادكم ومجهوداتكم الجبارة اللي تقوموا حتى نعطي صورة متكاملة لـ